فيما لا تزال أزمة الرياضة الكويتية بمرحلة عنق الزجاجة رغم المساعي والجهود الرامية لرفع الإيقاف وتعديل القوانين شكلت اعترافات مسؤول متورط في فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم صدمة جديدة للشارع الكويتي سيما بعد أن ارتبطت تلك الاعترافات بتقارير تشير إلى إمكان تورط طرف كويتي في دفع الرشاوة وشراء الضمائر تحقيقا لمصالح معينة وفي ردود الفعل الأولية شدد النائب راكان النصف على ضرورة فتح تحقيق كويتي بشأن ما ورد في صحيفة الادعاء الأمريكي حول تورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالفيفا والمجلس الأولمبي الأسيوي وقال النصف أن الكويت يجب أن تحقق في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوة في إيقاث النشاط الرياضي دوليا لفتا إلى أن ما جاء في اعترافات العضو السابق بلجنة التدقيق والانتثال بالفيفا ورئيس اتحاد قوام حول تلقيه مبالغ مالية من مسؤولين كويتيين للتأثير في القرارات الصادرة من الاتحاد الأسيوي يعتبر معلومات ذات أهمية بالغة سيما وأن إيقاف النشاط الكويتي لا علاقة له بالقوانين المحلية